الأجواء في العالمين زي ما اتفقنا مع بعض ومتميزة وطول الوقت فيه جديد وطول الوقت فعاليات مختلفة خلونا نروح لكريم بيبرز عشان يقول لنا آخر الفعاليات والأخبار هناك في حتة مختلفة من مهرجان العالمين مساء الخير عليك يا كريم احكي لنا انت فين وإيه اللي بيحصل عندك تحياتي لك يا بسانت وتحياتي لجميع السادة المشاهدين هنا من منطقة النورت سكوير عايز اقول لك انه النهاردة كان يوم رياضي بامتياز يعني مهرجان العالمين الجديدة الحياة في نسخيته التانية كان تميز بفعاليات كتيرة جدا رصدناها مع بعض الفترة اللي باتت رصدنا فعاليات ثقافية رصدنا فعاليات ترفيهية رصدنا مسرحيات رصدنا حفلات غنائية لكن الحياة كمان الفعاليات الرياضية كان لها دور كبير جدا 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 على المنطقة الشاطئية لكن النهاردة الحياة كان يوم من اهم الايام في الفعاليات الرياضية بنتكلم على النهاردة الحقيقة كان فيه ماراثن خاص للدراجات ألف دراجة كانوا بتحركوا النهاردة في مدينة العالمين الجديدة وسط تأمينات وتجهيزات طبعاً والسعدادات كبيرة من جهاز العالمين الجديدة والمرور لتأمين تحرك الماراثن ده الماراثن ده كان تقريباً طوله عشر كيلو متر اتحركوا فيه الحقيقة يعني ألف دراجة على تلات دفعات مختلفة بنتكلم عن مشاركة كمان خمسين لاعب من لاعبي الدراجات في المنتخب المصري كانوا بيقودوا الحقيقة الماراثن النهاردة في وجود وزير الشباب والرياضة وتحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والحقيقة إنه جزء مهم جداً من الحياة اليومية للمواطن المصري حيث كانت هي فكرة العجلة العجلة إحنا كلنا بنحب نركب عجلة وجزء كبير جداً من وإحنا صغيرين لكن الحقيقة إنه فكرة تحول الثقافة بعد كده إنه العجلة ما تبقاش مجرد حاجة ترفيهية لكن دلوقتي كمان حاجة رياضية وكمان حاجة ممكن إحنا الفترة اللي فاتت بقينا نحاول نستخدمها أو على الأقل نحاول نوعي ناس أو إن إحنا نزرع فكرة بعد كده إنه نستخدمها في المشاوير المهمة مش بس تكون حاجة ترفيهية أو حاجة رياضية النهاردة كنا المهرجان العالمين الجديدة كان بيسلط الضوء على أهمية ركوب الدراجات عن طريق الماراثن اللي كان فيه الحقيقة ألف دراجة النهاردة مش بس كده كمان من الحاجات المهمة جداً العالمين الجديدة الحقيقة يعني كانت فرصة إن إحنا نأكد هنا على استعداد مصر لإستقبال كافة الفعاليات الرياضية بشتى أنواع الحقيقة إنه حصل تطور كبير في الفعاليات أو في الأجزاء الخاصة بتطوير المنشآت والملاعب والأرض وكل ما يتعلق به الاستعدادات الرياضية الحقيقة حصل فيها تطوير كبير جداً لفترة اللي فاتت ودي كانت بشهادة الحقيقة رؤساء الاتحادات الدولية ورؤساء الأولمبيكس بشكل عام زي تومس بخ لما تكلم من فترة وقال إنه مصر ما زالت تستمر في استقبال الفعاليات الرياضية وتحديداً الحقيقة اتكلم على إنه مصر لما راح شاف المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة قال فعلاً إنه مصر تستعدها تستقبل عدد كبير جداً من البطولات وكان من أهمها بطولة كرة اليد أو كأس العالم لكرة اليد النهاردة كمان الحقيقة من العالمين الجديدة كانت القرعة الخاصة بكأس العالم للأندية لكرة اليد القرعة كانت موجودة النهاردة هنا في العالمين الجديدة وتم الحقيقة خلاص يعني اختيار المجميع الخاصة بكرة اليد وكان منهم الحقيقة النادي الأهل المصري ونادي الزمالك المصري كان مشارك وكان هم عشان الاستضافة كانت في مصر فالحقيقة كان ليهم يعني شرف اللي هم يختاروا المجموعة اللي هيكونوا فيها فكان ده جزء مهم جدا من العالمين الجديدة ومهرجات العالمين الجديدة تحديدا أنه بيصلت الضوء على الفعاليات الرياضية وأهمية الرياضة بشكل عام وكان منها الدرجات وكان منها كمان الحقيقة النهاردة الجزء الخاص بكرة اليد لكن الحقيقة أنه فعاليات الرياضية كمان مستمرة يعني إحنا بنتكلم على إن إحنا بكرة في انتظار المؤتمر الصحفي الهام جداً للفنون القتالية المتنوعة أو المعروفة بشكل عام بالـ MMA الفنون القتالية المتنوعة الحقيقة هيكون في مؤتمر صحفي لإشهار للجزء الخاص أو المسابقة الخاصة بالـ MMA وتحديداً هيكون تحت مزامة القضية هتكون فيها مشاركة 8 جنسيات مختلفة عدد كبير من اللاعبين 8 جنسيات هيكون في مصر هيكون في أسبانيا هيكون في سودان هيكون في المغرب هيكون في إيطاليا 8 جنسيات هيكونوا مشاركين في فعاليات الام اي او الفنون القتالية المتنوعة وهي الحقيقة ان هي هتكون تحت مسامة القضية زي ما ذكرنا والفنون القتالية المتنوعة اللي هي الام اي اي اللي هتكون موجودة في العالمين الجديدة هي كده تشكيلة ما بين يعني لعبة بتضم الجوجاتسو والتايكوندو والكاراتي والجودو والبوكسنج والكيك بوكسنج كل ده بيتجمعه الحقيقة بيكون اكتر من لعب عنده كزا مهارة من المهارات دي وبيكون فيه الحقيقة مسابقة في الحلبة هنا في العالمين الجديدة وبيكون اكيد فيه فائز وديه لعبة الحقيقة محلية ودولية كمان هتكون موجودة في العالمين الجديدة بكرة الصبح هنرصد مع بعض المؤتمر الصحفي للإعلان عن ام اي او القضية تحديدا تحت مسمى القضية كمان بالاضافة لده الحقيقة كنت انت دلوقتي حالا بتتكلمي يعني عن نقطة مهمة وهي الحفرات الغنائية الموجودة في العالمين الجديدة مهرجان العالمين الجديدة في اليو أرينا كلنا في انتظار طبعا يوم الجمعة هيكون فرقة كايرو كي والمطرب توليت والحقيقة انه الاتنين هيكونوا موجودين مع بعض واتعدد كبير جدا من الجماهين الحقيقة اقبال كبير التذاكر على وشك انها تنتهي خلاص لحجز الحفلة الخاصة بكايرو كي وتوليت اللي موجودة يوم الجمعة الجاية وكمان الحقيقة انه الحفلات ما بتقتصرش بس على اليو أرينا لكن كمان الممشى السياحي دايما معروف انه في الوقتtle احنا نتكلم فيه دلوقتي بيكون فيه فقرات للفنون الشعبية والفنون الفقافية والحقيقة كمان انه بيكون فيه تفاعل كده ما بين الاهالي وما بين الاطفال وما بين الفنون الفرق الشعبية المختصة بالاضافة كمان للمسرح اللي كل ويك أند الحقيقة دلوقتي الموجود في المنطقة الترفيهية كل خميس وجمعة وست بيقيت مصرحية مختلفة او مصرحية متنوعة فالحقيقة انه مهرجان العالمين الجديدة فعالياته لسه مستمرة بمختلف أنواع ولسه مستمرة معنا كمان جزء مهم جدا وهو رالي السيارات أو سباق السيارات تحت عنوان الهام جدا كان هو موتورويك موتورويك هيفضل مستمرة لحد 24-8 حضرنا سباق السيارات السيارات شديدة للسرعة تحديدا معارض للعربيات كمان الحقيقة للدرجات النارية كمان لها معارض كان فيه سباقات موجودة على مدار اليومين اللي فاتوا للدريفتينج والسباق السرعة كل دا كان موجود الحقيقة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة فيه نسخته التانية كمان الحقيقة إنه الإقبال بشكل عام موجود فيه على المناطق الترفيهية بشكل عام يعني الناس بتيجي قط قضي أوقات في المهرجان أو فعاليات المهرجان لكن هنا مثلا من نورت سكوير بالناس بتيجي تقعد في المطاعم تتحرك مع بعض تشوف تصور مع أبراج العالمين الجديدة تتمشى على الممشى السياحي أوقات ممكن تيجي يوم الصبح تقعد على البحر كمان الحقيقة طلاب الجامعات والطلاب بيجوا عن طريق وزارة التعليم العالي أو الحقيقة الرحلات اليومية من وزارة شباب والرياضة بيجيبوا الناس والشباب الصغيرين هم يقضوا رحلة يوم طويل في العالمين الجديدة منها يقضوا البحر منها يلعبوا كرة يلعبوا فادل في المنطقة الرياضية يتمشوا النهار زي ما كنت كلم فيه المطاعم يخشوا المول كل الحاجات دي الحقيقة فعاليات مستمرة ضمن مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية وأكيد هنتبع في الأيام اللي جاية إلى آخر الفعاليات وبرجع لك مرة تانية شكرا ليك يا كريم وبالفعل كل شوية فيه فعالية مختلفة في مهرجان العالمين الجديدة أكيد هنرجع لك كمان شوية عشان تحكي لنا أكتر عن الأجواء عندك